اشتركوا في القناة فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا متصف بجميع صفات الكمال فهو ليس كمثله شيء وهو ملك السماوات والأرض فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم فإن بصر الله جل وعلا محاط بجميع الخلق لو زال هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجه الله جميع مخلوقاته فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فقال منتهى إليه بصره من خلقه ومعلوم أن بصر الله تعالى ينتهي إلى رؤية كل المبصرات وجميع المرئيات فهو تبارك وتعالى يرى كل شيء ولا يغيب عن بصره شيء دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها فالله سبحانه وتعالى لا ينام ومستحيل أن ينام جل جلاله لكمال قيوميته فإن النوم غمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس والله تعالى منزه عن ذلك وهو مستحيل في حقه عز وجل قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قال وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل فقال موسى عليه السلام لماذا لا تنام يا ربي فقال الله جل وعلا أمسك قدحا بيدك يا موسى واسكب بداخله ماء وضعه في يديك واحذر أن تنام فجعل موسى ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه وانكسرت القدح من يده وانسكب منه الماء فقال الله جل وعلا وعزتي وجلالي لو غفلت عن عبادي لحظة يا موسى لسقطت السماء على الأرض فهذه القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله ولكنها حديث غريب فالرسل وصف الله تعالى بصفات الكمال ونزهه عن النقائص المناقضة للكمال ونزهه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال فليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله وقال حديث غريب بل منكر ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة فإن موسى أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة فالحمد لله سبحانه الحي القيوم الذي لا ينام وما ينبغي له أن ينام هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى